وافق مجلس الشورى في جرسات اليوم على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2016 بشأن شركات الخلايا المحمية والذي يأتي بحسب رأي اللجنة مكملا للبنية التشريعية في المملكة بعد نقاش مستفيض قرر مجلس الشورى إعادة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن المرسوم بقانون في شأن العهد لمزيد من الدراسة لمدة ثلاثة أسابيع فيما وفق على المرسوم بقانون بشأن شركات الخلايا المحمية حيث يهدف إلى توفير المناخ الاقتصادي الحر وتعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار هذه النوع من الشركات هي الآن مطلوبة في بجالات كثيرة اللي هي استثمارات واستثمارات متخصصة في أمور معينة والاستفادة منها تكون استفادة كبيرة خاصة بالنسبة للشركات اللي عندها إمكانيات من الداخل وتريد أن تؤسس بعض الأشكال أو الأدوات الاستثمارية وفي ذات الجلسة تمسك المجلس بقراره بعدم الموافقة على تغرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس النواب بتعديل المادة 12 من القانون رقم 74 لسنة 2006 ميلادية بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين اللجنة ارتأت أنه يكون القانون النافذ حاليا ينصف ذوي الإعاقة فبالتالي لا داعي لهذا التعديل الذي ممكن أن بيه الموافقة على التعديل المقترح أنه يقلل من حقوق ذوي الإعاقة فبالتالي رفضت اللجنة المقترح بعدها وافق مجلس الشورى على الطلب المقدم من الحكومة بشأن تأجيل مناقشة تغرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2006 ميلادية بشأن الضمان الاجتماعي ترجمة نانسي قنقر